مصفتنا لليوم قطاي في البيت بطريقة جداً سهلة وجداً لذيذة بعجينة رهيبة لازم تجربوه وتعتمدوها احتشت لكوبين من الدقيق أضفت على نص كوب من السميد ملعقتين كبيرة من السكر ريشة فنيلة وأضيف عليه ملعقة صغيرة وخميرة وملعقة صغيرة بيكين بودر وأقلبها أضيف عليها ثلاثة أكواب من الماء وأخلطها طبعاً تقدروا تستخدموا خلاط الجك بعدها سبتها ترتاح لمدة عشرة دقائق وأجهز الحشوة عبارة عن جوز جوز هند والسكر ورشة جرفو أقلبها هبدأ أصب القطايف على صاج يكون حامي لحد ما تختفي منها الفقاقية حشيلة وتكون جاهزة بهذا الشكل تقدروا تعملوا منها أشكال الصغيرة اللي بالقشطة وكمان هذه الأشكال اللي أحشيها بالجوز حشيتها وقفلتها بهذا الشكل وقليتها في زيت غزير يكون حامي وبعدها أنزلها بالشيرة والحبات الصغيرة حشيتها بالقشطة ما أحكي لكم قد إيش لذيذة وبالعافية عليكم لازم تجربوها وتعتمدوها